موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تغير العالم والإنسان خلال العقود الماضية كما لم يسبق أن تغيرا من قبل لم يعودا كما قبل أربعين سنة وخمسين سنة ما كان ممكنا حينها لم يعد اليوم ممكنا لم يعد بقدرة العصى الغليظة وقيادة المجتمعات حتى لو أرهبت وفي اليمن لم تستطع كواتم الصوت كتم صوت الشعب في الجنوب كما في الشمال ينبثق كل حين من يعطي للحرية والقيم الإنسانية والتسامح والسلام معناها ويهب الأحرار فتنمو نبتة الحياة كما يجب في لقائنا الخاص اليوم نتتبع شتلة غرسها المؤمنون بالإنسان وحقه في جنوب اليمن والرافضين لسياسات الإقصاء والتفرد والعنف الائتلاف الوطني الجنوبي عام أول من الريادة في هذا الفضاء الضيفي في الاستوديو هي الدكتورة يسام باسندوى نائب رئيس الدائرة السياسية ورئيس قطاع المرأة في الائتلاف أهلا وسهلا بك وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة التي أيضا سيكون في مستهلها هذا التقرير الذي أعددنا بهذه المناسبة يطيب لي في هذا اللقاء ونحن نشارككم أعمال تدشين المؤتمر الأول لإتلاف الوطني الجنوبي أنا أتقدم إليكم بأحر التهاني والتبريكات لتجهيز والإعداد لمكون وطني جنوبي ينضم إلى المكونات الجنوبية العاملة والحاملة للقضية الجنوبية هذا المكون نعول عليه كثيرا في حمل القضية الجنوبية بالشراكة مع الإخوة في كل المكونات الأخرى التي حملت القضية الجنوبية من وقت مبكر بحضرة كيان سياسي حديث نشأة تحضر التساؤلات حول من الذي تعنيه الكيانات السياسية في ظل الأوضاع الرهنة ومن الذي يمكن أن تضيفه مكونات جديدة في ظل إحاطة الأزمات بالمشهد اليمني وتزاد جدية التساؤلي لما كان المشهد جنوبيا بسبب سخونة الأوضاع والطرابها فيما كانت الآمال معقودة بأن يكون الجنوب بوابة العبور من نفق الحرب نحو استعادة الدولة والسلام والمستقبل وهي الآمال المتعثرة والمعفرة بأنانية نخبة مصنعة مزودة بالحقد والسلاح لاختطاف الساحة والسيطرة على المشهد إن الإئتلاف الوطني الجنوبي هو إئتلاف سياسي مستقل يضم كافة الطيف السياسي والثورج الجنوبي ويعترف بحق الآخر الجنوبي في المشاركة السياسية ولا يدعي احتكار تمثيل الجنوب ويؤمن الاتلاف الوطني الجنوبي بالتعددية السياسية ونبدأ العنف كوسيلة للتعبير ويدعو إلى التوافق لما يخدم القضية الجنوبية ويرى إن قضية الجنوب هي محور القضايا الشائكة في اليمن وإن حلها يكمن في قيام دولة اتحادية وإياد حل يرتضيها الجنوب كما أقر في هذا الاتلاف الوطني الجنوبي وفقا للائحته التنظيمية إنشاء فروع وهياكل في المحافظات الجنوبية في ظل ذلك تأسس الاتلاف الوطني الجنوبي محمولا بنخبة سياسية مختلفة ومتخففة من أحقاد وضغائنا الماضي ومشبعة بالسلام والتصالح ومحبة اليمن وأهله والانتماء الصادق للجنوب وتربته وتركت الأيام لتأيد المولود في إبريل 2019 أو تنتصر به على الماضي وتمضي قدما نحو المستقبل والأخير هو ما كان رغم الصفاف المختطفين والمحتكرين تمثيل الهوية الجنوبية ممتهني البهلوانية في العمل السياسي والمصنوعين بعيدا عن غبرة تربة الوطن وسحنة أبنائه ضدا للإتلاف حتى من قبل أن يولد طيلة سنوات مضت هيمن الإقصاء على عدن وأخواتها في ظل لغة التخوين حصيلة سنوات أربع فقط من الاستحواذ والهيمنة بالاعتماد على التمويل غير الوطني والميليشيات المصنعة على أيدي خبراء أجانب تواجدت الجريمة السياسية كواقع يومي والنهب والفوضى كأساس لعهدهم وغياب الأمن والخدمات في عاصمة اليمن المؤقتة ومحيطها المحرر توا من ميليشيات الحوثي وتاهت جهود المخلصين في حكومة الدكتور بن دغر والقيادات المحلية في ظل لغة تخوين وعدائية وحصار لجال الدولة ومؤسساتها وافتعال للفوضى والحروب في قلب عدن واستهداف عاشقيها ومعاشيقها أكثر من مرضى هكذا كان إذن إذ حلت الكآبة فجأة بعد أمان الحرية ووعود التنمية والبناء وانتكس المقامرون الجدد وإن شئت المقاولون المحليون بالمدينة الأجمل نحو الظلام وتصاعدت رائحة المآسي في كل شارع وزقاق معلنة عن فرق اغتيال محلية ومستأجرة وقتلى وجرحى ومختطفين ومخفيين وسجون سرية وتعذيب حتى البوت أرامل ثتلى وأيتام ومحرومون ولأدها فرز طائفي وسياسي في خلفية الجريمة الممنهجة أتمكن ما سراتي من الشوخ؟ اشتركوا في القناة وفي الصعبة سطع الأمل وتدعى اتلافيون من كل جهة واتجاف الجنوب للتعبير عن قراراتهم كشركاء لم ترهبهم لغة الكراهية والعنف وهو يحلق بجناحي عدن وحضر موت أعلن لائتلاف الوطني الجنوبي قناعاته بصراحة من أول يوم دعما للجنوب واليمن كل اليمن ولتوافقات أبنائه في مخرجات الحوار الوطني وأبرزها ما تقرر بخصوص القضية الجنوبية من إنصاف خص الجنوب وشمل جميع الجهات ولكأنما كانت الجماهير الحرة على موعد مع تلك اللحظة التاريخية لم يكن حضرا أسودا ما تأسس به الائتلاف ولا أوراقا مصطولة لقد استطفى الائتلافيون بقيادة وطنية محبة للوطن وتقاطرت الجموع في مشهد مهيب في كل مرة دعا الائتلاف لعمل سياسي سلمي في سقطرى وأبين وشبوى وحضر موت وشعارها هادر وصادق وفاء وعرفان لكل شهداء الوطن وجرحاه ونازحيه ولجميع مواطني الجنوب واليمن كأنما يرددون عادنا لا بدينا والبداية كانت كاشفة للوهم الذي جهد الإقصائيون في بيعه على الجموع سنوات عديدة لكنه تبخر للتوبة يا سبعاني على السرطة أتيلافي حتى المن اتيلافي حتى المن تحديث يا بم 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 إذن أعزائي المشاهدين عدنا من هذا التقرير ولنبدأ هذا اللقاء مع الدكتورة ضيفي في الستوديو الدكتورة أسام باسندو أهلا وسهلا بك في هذه الحلقة والضيفة عزيزة وكريمة على قناة عدن الفضائية وأيضا بهذه المناسبة عام أول ريادة لهذا الائتلاف الوطني الجنوبي الذي حرك المياه الجارية كما يقال ما هي ظروف هذا التأسيس لهذا الائتلاف الذي تكون قبل ما يقرب من العام ونيف مساء الخير عليكم وشكرا على هذه الاستضافة واهتمامكم بموضوع الائتلاف الوطني الجنوبي واهتمامكم باستضافة أنا شخصيا طبعا الائتلاف الوطني الجنوبي ظروف نشأته لا تنفصل عن مجريات الوضع السياسي في اليمن بشكل عام لن أتحدث عن شيء تحديدا أو تفصيلا لكن سأتحدث كقضية عامة ما يهمنا أن نقول في هذا السياق أن الائتلاف الوطني الجنوبي أوجدته وظروف الاستجابة لنداء صوت الجماهير هذا الصوت الذي عبرت عنه أنت الذي قلت ببساطة أنه كان يحتاج إلى أن يشعر بأن هناك طيف قيادة وفصيل يعبر عن صوتهم بشكل سلمي أن يوصل أصواتهم التي يشعرون أن هناك من يريد أن يقصيها أو أن لا يسمح لهم بحق التعبير أو أن ينفي وجودهم الائتلاف الوطني الجنوبي لم يأتي كردة فعل لم يأتي وفقا لظروف محددة ولكن هو له أهداف وأجندة ثابتة محددة طويلة المدى هو يتبنى قضية يحمل على عاتق قضية الجنوبية القضية الجنوبية التي لديها عقودة الآن نتحدث عن هذه القضية سنوات نتحدث عن هذه القضية الجنوبية وأنا شخصيا أنا أتحدث عن نفسي أنا شخصيا حتى قبل الائتلاف الوطني الجنوبي أنا أتذكر أني عقدت ندوة في القاهرة في 2007 ولدي التفاصيل حتى لا ينفي أحد يقول أنه يزايد علينا في موضوع القضية الجنوبية أنا في 2007 تحدث عن قضية الجنوب حين كان من يتحدث عن قضية الجنوب في الدول العربية يعتبر مارق ويسعى إلى تفتيت الوطن العربي ويسعى إلى تفتيت الدول العربية في 2010 أيضا عقدت مؤتمر في القاهرة وكمان حول القضية الجنوبية في 2012 كان قضية الشهيد درويش وعقدت ندوة حولها وعقدت معرض صور حول ضحايا الانتهاكات في الجنوب هذا أنا أتحدث عن نفسي شخصيا كون أنه في أحد ما بيعرف دا أو ما تابع والقيادات أيضا في الائتلاف كل له مسيرة أنا أتحدث عن نفسي فقط حاليا لماذا أتحدث عن نفسي فقط لأن هناك من يقول ما دخلكم بالقضية الجنوبية ومن متى ظهرتهم في القضية الجنوبية كل قيادي نعم سأتي للقيادات كلها أنا أتحدث عن نفسي نحن أتحدث عن القضية الجنوبية حين كانت من المحرمات وكنا لا نرى بعض الناس من يزايدون علينا اليوم أما القيادات الشيخ أحمد صالح العيسي وبعض القيادات هذه قيادات وطنية جنوبية لا يمكن لأحد أن ينفيها الشيخ أحمد صالح العيسي يعني رجل وطني بامتياز أنا أتحدث عنه بصراحة كل محاولات التشكيك كل محاولات تستهدف أغراض شخصية والنيل من قامة وطنية أنا أعتبرها كذلك وباءت بالفشل كل قيادات الائتلاف الوطني الجنوبي وهي عبارة عن مجموعة من الأحزاب والتكتلات المكونات السياسية وهذا ما يميز الائتلاف الوطني الجنوبي عن غيره أن الائتلاف الوطني الجنوبي يضم أكثر من 13 مكون سياسي اجتمعوا لتشكيل هذا المكون الذي يحمل على عاتقه القضية الجنوبية رموز الائتلاف وقياداتهم هي قيادات جنوبية أنا تحدث عن نفسي بصفتي أنا الموجودة نعم بالضبط وكل قيادي كما أنت تعرض لنفس ما تعرضت له من التخوين وأيضا الاتهام بمجرد وجوده في واجهة عمل مختلف عما أراد أنت نموذج أيضا لمن تعرض لتلك الاتهامات المتواصلة التي ربما يروجها البعض لأغراض تفتيت الصف الوطني قمع الصوت الآخر نعم قمع الصوت الآخر لنذهب إلى أصداء إعلان الائتلاف في المجتمع إعلان الائتلاف في الساحة السياسية ما هي الأصداء التي لمستموها؟ يعني خليت أتكلم بداية بداية كان هناك تشكيك في أن الاعتلاف الوطني الجنوبي قادر على الصمود قادر على أن يكون متواجد يعني بصف البعض بالكرتوني بالهش بأنه في قاعد صابون وستختفي الآن نحن بعد سنة نثبت أقدامنا على الأرض لدينا جماهير تخرج في كل المحافظات الجنوبية هي تطالب الائتلاف الجنوبي بأن يكون متواجد وتطالب الائتلاف الجنوبي بأن تفوض الائتلاف الجنوبي بأن يكون ممثلا لأصواتها يعني أعتقد هذا أكبر رد أصداء أخذنا ميز ما بين نوعين من الأصداء الأصداء الأولى التي كانت مشككة والأصداء التي كانت متخوفة ثم الآن الأصداء التي تجتمع حولها كل هذه الجماهير وهي الأصداء الواقعية والحقيقية والفعلية التي استطاع الائتلاف الوطن الجنوبي أن يجعل كل المجتمع بصراحة يعني أنا نقابل الناس ويزور الشيخ أحمد صالح العيسي خلال سابيع الفاته يقولونه بالحرف الواحد ويقولون لنا جميعا أنتم أعدتم فينا الأمل يعني كنا نعتقد أنه خلاص لم يعد هناك بارقة أمل أو لنعبر عن أصواتنا هذا التمثيل السلمي والتعبير السلمي الذي قاده الائتلاف الوطني الجنوبي يعني بصراحة أعطى طوق كبير جدا من الأمل ونثر الأمل في جمع الجماهير هناك جديد لدى المجتمع من خلال هذا الائتلاف ما هي الرؤية التي اختطها الائتلاف حتى يكون الائتلاف يعني ما يميزه ما هي النقاط ما هي الخطوط الفاصلة التي يعمل فيها دعنا نقول بداية كيف يرى الائتلاف الائتلاف الوطني الجنوبي يتبنى الرؤية مخرجات الحوار الوطني يتبنى كل ما جاء به مخرجات الحوار الوطني من المبادر الخليجية والآلية التنفيذية ثم مخرجات الحوار الوطني التي عالجت القضية الجنوبية بشكل عادل وبشكل يعني يضمن للجنوبيين حقوقهم ثم قرارات مجلس الأمن وقرارات الدولية فيما يتعلق في اليمن بشكل عام وبالقضية الجنوبية بشكل خاص الخط الذي يسير عليها الائتلاف الوطني الجنوبي أولا الديمقراطية والتعددية السماح لكل أطياف المجتمع الجنوبي كل الأطياف الجنوبية المقاومة الجنوبية الحراكة الجنوبي كل أطياف الجنوبية بأن تعبر عن نفسها وأن يكون لها صوت وأنها حقها في التعبير والتمثيل بشكل عادل متساوي للجميع النضال السلمي يعني الائتلاف الوطني الجنوبي يؤمن بالتعددية ويؤمن بالسلمية يعني تضل كل فعاليات وتعبير الائتلاف الوطني الجنوبي تعبير سلمي يرفض الإقصاء والتهميش يرفض أن يقوم أحد بإقصاءنا كإتلاف وطني جنوبي أو محاولات إقصاء أي صوت جنوبي آخر يعني نحن ندافع عن حقنا بالتمثيل والتعبير الذي يختلف معنا بأن ينال حقه في التعبير والتواجد والتمثيل نرفض بشكل خاص وبشكل كامل طبعا احتكار الصوت الجنوبي أو احتكار التمثيل للصوت الجنوبي ما لم يكن هناك يعني للأطراف الأخرى حقها في التعبير والتمثيل نعم ولاحظنا أن ظهور الائتلاف سبقه تجريم للحزبية تجريم للأحزاب تجريم للمكونات السياسية الأخرى كان هناك تتبع أيضا للمختلف سياسيا هذه ربما واحدة من نقاط الافتراق مع كيانات سياسية أو كيانات شبه السياسية تعمل في الساحة أليس كذلك طبعا هذه مشكلة حقيقية يعني كلنا منواجهها يعني أنا أشوف مثلا حديك مثال بسيط أنه تخرج مظاهرات في الجنوب لأي طرف يريد لأي طرف يريد أن يخرج مظاهرات أتكرم عن الجنوب الآن لأي طرف يريد يعني أنا لا أتذكر أني دخلت علقت على تغريدة أو صورة أو نفيتها وهكذا معظم قيادات لإتلاف الوطن الجنوبي ومعظم إعلامينا وممثلين والمتعاطفين معنا بينما يتم تخوين ومحاولات شيطنة الآخر يعني شيطنة كل القيادات التي تتحدث شيطنة أي صوت إعلامي أو صوت متعاطف حتى مع الإتلاف الوطن الجنوبي هذا فقط بشكل فوقي لكن نجي ننزل للأرض إحنا مظاهراتنا في الأرض للأسف الشديد آخر مظاهرة في سيون مورسة عليها ضغوط شديدة محاولات يعني كل محاولات الترهيب كل محاولات الترهيب مورسة أولا من قبله بأسبوع كانت هناك محاولات للدعوة العصيانة المدني تهديد كل من كان يريد أن يخرج محاولة الضغط على القواعد الشعبية لتخويفها من الخروج هذه ممارسات إقصائية إرهابية ثم للأسف الشديد يتم اتهام الآخر بالإرهاب هل من يقوم بهذه الأعمال يحمل لافتة سياسية أو مطالب سياسية ويدعيها ثم يمارس هذه المنهجية في العمل مع الآخر يعني أعتقد أنا لا يعني أتهم أنه هناك أطراف سياسية للأسف لديها ميليشياتها يعني هذا شغل ميليشياوي من يقومون بضرب الناس ومطاردتهم تهديدهم يعني من من يطبعون الشعارات إلى الناس الذين يجبرونهم على إغلاق المحلات هذا شغل ميليشياوي زاوية ذكرتها أنت ثلاثة عشر مكونا ينضمون داخل هذا الائتلاف هذه نقطة فارقة أو نقطة مهمة لإضاحها للمجتمع ما الذي يعنيه أن يتكون الائتلاف من كيانات سياسية وهل هو محصور في الثالث أم أن هناك شخصيات مستقلة أم أن هناك شخصيات وطنية أم أنه مفتوح أيضا لمن يأتي من الكيانات السياسية الأخرى سواء القديمة أو الجديدة لا طبعا يعني هو عبارة عن أحزاب سياسية عن المقاومة الجنوبية عن فصال من الحراكة الجنوبية عن فصال من الحزاب الرئيسية يعني عندنا من فصال من الحزب المؤتمر من الإصلاح من حزب النهضة من مجموعة أحزاب أيضا أيضا مستقلين أنا مستقلة لا أنتمي إليه حزب وموجودة ومرأة يعني مستقلة ومرأة ووتيحت لي فرصة أكون في عضو فاعل في قيادة الاتلاف في قيادة الاتلاف في قيادة الاتلاف وهذا يعني نحن كمرأة أيضا أشير إلى أنه يهمنا جدا تصدير المرأة يعني وإعطاءها هذه المساحة يعني ليست مجرد ديكور المرأة يعني عندنا نائب رئيس الاتلاف السيدة أستاذة كوثر شادلي هي نائب رئيس الاتلاف مش بس نائب رئيس الدايرة السياسية أعتقد أنه وجودنا حتى في الكيان ليس وجود ديكوري أو مجرد للقول أنه هناك عندنا تمثيل للمرأة أعتقد أنه نحن قادرين فاعلين ويؤخذ برأينا في صناعة القرار بل مساهمين بشكل مباشر في صناعة القرار داخل الاتلاف هل هناك شروط وهذا طبعا يعود إلى أنه قناعة يعني رئيس الاتلاف رئيس الاتلاف الشيخ أحمد صالح العيسي بهذا الدور للمرأة جميل والتنوع هل هناك شروط محددة واضحة للانتماء لهذا الاتلاف أم أنه يعني تحت الرؤية والإطار العام للاتلاف يقبل الانتماء لهذا الاتلاف لكل جنوب طبعا الواضح أنه بداية التأسيس كانت بالمجموعة التي تشكلت وكانت في الهيئة التحضيرية وفي المباحثات إن شاء الاتلاف لم نفتح الباب حاليا لدخول قوى أخرى لكن أنا شايفة أنه أصبح يعني الاتلاف الوطني الجنوبي من رفعوا شعارات الاتلاف الوطني الجنوبي من تضامنوا مع الاتلاف الوطني الجنوبي ليسوا فقط من أعضاء الاتلاف الوطني الجنوبي ونحن نبحث الآن في توسيع شروط العضوية والانضمام إلى الاتلاف إذن أبحث أيضا في نقطة مهمة وربما يتساءل معي المواطن عنها أو المتابع لنا ما هو هذا الشكل؟ ما هو الاتلاف؟ هل هو احتشاد شعبي؟ هل يشبه بصورة ما؟ المؤتمر الشعبي العام في فترة تأسيسه في مطلع الثمانينات؟ لماذا تم الاتجاه؟ أحزاب اللقاء المشترك كانت فترة من الفترات تشكل إطارا تجميعيا أو تلافيا ما هذا الشكل من العمل السياسي المستجد في الساحة اليمنية؟ طبعا في كثير يشبهون بالمؤتمر الشعبي العام بحسب قوتنا في النشأة وبحسب ظروف النشأة والالتفاف حوله كثير يشبهون وأعتقد أن المؤتمر الشعبي العام كمؤتمر يعتبر من أكبر الأحزاب السياسية في الساحة اليمنية نحن أيضا لسنا منزعيين لسنا منزعيين من هذا التشبيه بالعكس وتشبيه إيجابي يشير على الأقل في دلالات إيجابية لكيفية الرؤية الآخر للإطلاف لماذا هو مشكل من مكونات سياسي؟ هو أنا لا أعتبره مكون سياسي ليس مكون حزبي مكون سياسي لأنه كما قلت لك يضم تشكيلة كبيرة من المكونات المختلفة بما فيها حتى المقاومة الجنوبية والفصائل الحراك الجنوبي إذن مع هذا الشكل من العمل السياسي الجديد ناقشنا تكوين ورؤية للإطلاف خلال العام الماضي أنا سأذهب إلى فاصل أول في هذه الحلقة بعد أن ناقشت هذا المحور ثم نعود لمناقشة المحور الثاني في هذه الحلقة ومحورنا الثاني في هذه الحلقة عام أول من الإطلاف نبحث فيه أبرز المحطات هنا سندخل على الأنشطة على المجالات على الفاعلية السياسية التي يتوافر عليها الإطلاف ويستطيع أن يصل إلى الجمهور فيها أستأذنك في الذهاب إلى هذا الفاصل أعزائي المشاهدين عدنا بعد هذا الفاصل لنواصل مع الضيفة في الستوديو الدكتور وسام باسندو وهي نائب رئيس الدائرة السياسية في الاتلاف الوطني الجنوبي ورئيس قطاع المرأة لنناقش في المحور الثاني من حلقتنا عام أول إطلاف أبرز المحطات التساؤل الأول كيف مر العام الأول للإطلاف عام أول إطلاف إنجاز التعبير بهذا الشكل ما هي الأنشطة التنظيمية الداخلية لتقوية هذا الإطلاف والذهب بعيدا نحو أهدافه والوصول إليها طبعا أول بداية نفخر أن شهار الإطلاف كان من داخل عدن ثم من سيؤون وأيضا الآن تتشكل مجالس شعبية مجالس شعبية ومقرات لكل الإطلاف الوطني الجنوبي في معظم المحافظات الجنوبية الآن عندنا في شبوة وفي أبيان وفي سيؤون وطبعا تستمر في كل المحافظات الجنوبية في سقطرة المهرة يعني في كل المحافظات الجنوبية هل تتكلم عن مجالس الشعبية وعلى القيادات الإطلاف في الداخل في كل المحافظات الجنوبية عندنا كان يعني لو بتكلم الآن عمل السياسي العمل السياسي أيضا لدينا كان مجموعة من الأنشطة واللقاءات مع المجتمع الدولي اللي تعريفه بالإطلاف سأتي إلى هذه المحطة لكن محطة الإنشاء التحضير التواجد الشعبي الالتفاف الشعبي التواجد في المديريات وأنتم من الفعاليات السياسية الربما الوحيدة التي وصلت إلى العمق إلى المديرية لتنفذ فيها فعالية بذلك الحجم كما لاحظنا في لودر مفاجأة طبعا في لودر نعم صحيح نعم الأدوار التنظيمية الآن هذه هي المجالسة الشعبية اللي طبعا يعني التفوا حولها الجماهير أنا أعتقد أن لدينا يعني تعاطف شعبي وقبلي اللي حتشوفت حتى مظاهرة سيؤون كانت قبيلة قبيلة وتجمع تجمع من أهالي حضرموت يرفعوا شعار ويرفعوا اسم القبيلة وهم رايحين يعني لمسيرة الائتلاف وهذا كان حصل تماما في أبيان في كل المديريات ما هي الدلالة هنا؟ يعني هذا يدل أنه الكفاف الشعبي متواجدين على كل مستوى الشرائح المجتمع يعني أفقي وعمودي يعني متكلم أنه نحن في الشق القبلي والعشائري والإنساني في كل يعني عمودي وأفقي وأيضا في الشق السياسي وفي الشق مكونات سياسية وفي الشق أحزاب وجماعات وفي الشق الجغرافيا على مستوى المحافظات والمديريات يعني ما الذي يعني هذا النشاط المجتمعي في وسط المجتمع في وسط الجماهير نفسيا على تلك الصورة التي حاولت بعض الأطراف الضغط بها والذهاب إلى الإقصار ولاحظوا أن إحنا كمان بنشتغل في ظروف صعبة يعني هناك يمارس ضدنا وضد الجماهير والقواعد في الداخل ضغط تخوين يعني إحنا بيخونونا وإحنا في الخارج تضل الأزمة بالنسبة لنا أقل بكثير ممن يخونوهم هم في الداخل ويمارس عليهم مثل هذه الضغوط يعني ورقة التخوين في القضية الجنوبية يعني ورقة صعبة ومش سهلة على الناس اللي في الداخل فهذا أصلا نعتبر عنصر قوة كبير بالنسبة لنا أنه تلتف حولنا الجماهير بهذا المستوى من الثقة والثبات جميل إذن لو ذهبنا إلى شكل آخر أيضا من الأنشطة في الساحة السياسية كانت تلك الرؤى التي يقدمها لإتلاف ليس فقط مظاهرة فقط وإنما وراء المظاهرة أفكار شتى ورؤية سياسية واضحة وصلبة عن هذه الرؤية السياسية التي حملها المنتمع والجماهير يعني إحنا ما كنا نقدر أن نخلي الجماهير تخرج في الداخل بدون غطاء سياسي يعني يحمي هذا المشروع الذي آمنوا به وانطلقوا من أجله وبالفعل قمنا بحركة وسنستمر حركة للقاء القيادات الدوليا ولقاء السفراء الأجانب للتعريف برؤية الإتلاف والمشروع الذي يحمله وهو المشروع الجامع الذي يقول بصراحة أن هناك أصوات أخرى داخل الجنوب تعبر عن رؤية مخرجات الحوار الوطني تعبر عن رؤية الدولة اليمن الفيدرالي الذي توافق عليه الجميع في مؤتمر الحوار الوطني وكان برعاية دولية لا يمكن أن يأتي طرف الآن أو أي طرف يقول أن هذا الموضوع انتهى وأنا وحدي من أمثل الجنوب وأنا وحدي من يمكن للمجتمع الدولي أن يتعاطى معي ويحمل جماهير الحراكة السياسية التي قمنا به يستهدف أمرين أولا نحن خرجنا مسنودين بهذه القواعد الشعبية نستطيع أن نواجه المجتمع الدولي ونقول أننا لدينا قاعدتنا الشعبية التي تفوضنا للحديث باسمها وأيضا نحن نوصل رسالة للقواعد في الداخل أن هناك قيادة سياسية ناجحة وحكيمة وقوية وستوصل أصواتكم ورسائلكم جميل لو جئت إلى النظر إلى الحلقات حلقات الفعاليات السياسية التي قمتم بها حلقة في سقطرة وأخرى في أبيان وثالثة في شبوة ورابعة في حضر موت هل لكل هذه الحلقات إنجز تعبير أو نقول الفعاليات السياسية المظاهرات رسائل خاصة بالمناطق ما هي رسالة الجماهير في سقطرة على سبيل المثال لا في كل رسالة كانت واضحة في سقطرة كانت في كل رسالة كانت واضحة ولكن هي تندرج في إطار الهدف العام يعني في حضر موت كان الشعار حضر موت أولا لأن هناك من كان يرى أن حضر موت لديها رؤية خاصة وأقصية وما إلى ذلك فليتلاف الوطن الجنوبي جاء وقال أنه لن ننسى حضر موت وبالعكس حضر موت دائما في القيادة وفي الريادة وحضر موت أولا جماهير شبوة يعني جرت محاولات أيضا للأسف ضغط على السقطة المحلية مع شبوة بضغوط شديدة فكانت شعار شبوة كان مختلف سقطرة طبعا لها خصوصية ولكن في الإطار العام سقطرة كان واحد من الشعارات المرفوعة السيادة ما الذي تعني هذه المفردة على سبيل المثال في سقطرة التي الآن تعاني من صراع مستدام ربما صراع طالة أكثر مما يجب اتجاهات تأخذ هذه الجزيرة أبعد من اليمن أقرب إلى اللاشيء ما الذي تعنيه رسائل سقطرة بالذات يعني خلينا نقول احنا الاتلاف الوطن الجنوبي هو اتلاف مستقل لكن في الوقت نفسه هو يدعم القيادة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي يؤمن برؤيته التي تبناها منذ البداية صراحة من مخرجات الحوار الوطني في رؤيته لليمن الاتحادي الفيدرالي أيضا يتبنى المشروع يعني الرئيس هادي بأمانة يعني كان مولي للجنوب اهتمام خاص منذ البداية يعني لا يمكن أحد أن يزايد أو ينكر في هذا فنحن في الاتلاف الوطني الجنوبي ندعم هذه الرؤية نسير على نهجه وهذا يعكس أيضا على ما يحدث في سقطرة الاستقرار والأمن والسيادة هذه أمور يعني تبنىها الاتلاف أيضا في كل المحافظات بما فيها سقطرة جيمي لو ذهبت أيضا إلى واحدة من نتائج هذه الفعاليات السياسية واحدة من النتائج هي تواجدكم بهذه القوة وبهذه الصورة اللافتة التي لم يتوقعها كثيرون ربما خصوصا من مناوئيكم هل استثمرتم في هذه النتيجة؟ هل استطعتم أن توجدوا حاضنة شعبية أكثر اتساعا أم تلاحظون أن الاتلاف ينمو داخل هذه المحافظات ربما بفعل هذا الوهج؟ يعني خلينا وشي نقول أنه الطرف الذي لم يكن يتوقع هو الطرف الذي لا يريد أن يرى ولا يرى إلا نفسه هذه إشكالية عنده يعني هو إلى الآن لا يرى إلا نفسه ويشكك ويكذب وفبرك كل ما يراه هذه مشكلة نفسية يعني خلينا ما نتحدث مشكلة نفسية للشخص الذي لا يرى إلا نفسه أو ينعكس بعد كده في كيان سياسي أو شكل لا يرى إلا نفسه يرث فكرة إقصاء واحتكار التمثيل هذه مشكلة مختلفة لكن خلينا نتكلم في الواقع الواقع أن الاتلاف الجنوبي حقيقة واقعة قوية التفاف شعبي وجماهيري هذا الاتفاف الشعبي وجماهيري بالثقة التي حظى بها بالتواجد أصبح يزداد يعني خلينا نقول هناك كانت فئة كبيرة هي الفئة الصامتة أو الفئة الخائفة أو الفئة التي لا تجد لا تمثيل آخر لبديل فتصمت الاتلاف الوطني الجنوبي ليس فقط احتشد حوله جماهيره بل استطاع أن يجمع هذه الفئة الصامتة والخائفة أو التي فاقدة للأمل ولا ترى أن هناك مشروع آخر كل هذه الفئات انضمت للااتلاف الوطني الجنوبي نحن رؤيتنا أنه فعلا الاتلاف ينمو قاعدته الشعبية تتسعي يعني الآن نحن نتلقى مطالب من المحافظات الأخرى الجنوبية أنه متى سيأتي نحن من نقرر التوقيت والزمان والمكان لكننا أيضا نستمع لنداء الجماهير والشعب في الداخل عدن أيضا كانت على الموعد وربما لاحظنا ذلك الاحتشاد في كثير من المظاهرات التي قمعت بقسوة وقوة ما الذي يعنيه الاتلاف لهذه الجماهير التي خرجت ربما بعيدا عن لافتة لكنها قريبة من فكرة الاتلاف أعتقد كل من هناك الكثير كمان من من كانوا يؤمنون بمشروع معين ثم وجدوا أن هذا المشروع لا يلبي مطالبهم مطالبهم في مكافحة الفساد مطالبهم بتوفير الخدمات مطالبهم حتى برؤيتهم للحل حل القضية الجنوبية هذه جماهير يعني أعتقد أنها إن لم تكن انضمت إلينا فهي حيدت فأنا أعتقد أنه عدن لو أتيحت الفرصة أنه تخرج هذه الجماهير الشعبية التي تعبر عن رؤيتها بوبوح بدون قمع وبدون إقصاء وإرهاب أعتقد أنه ستخرج هذه الجماهير بكثافة شديدة للتعبير يعني إذا الآن في ظل هذه الظروف وبتخرج على هذا النحو إذن لمستم آثار لا أنا أحب أقول شيء مهم جدا نعم أنه نحن لا نستهدف أبدا أن نهاجم الآخر يعني أنا بحاشة تماما أن أشير للحزب أو مكون سياسي أو أن نهاجم أو أن حتى نعترض على على سوء تعاملهم معنا لكن نعبر يعني نعترض حقنا لكن أن نعبر ببذاءة أو بأسلوب للأسف الشديد كما يستخدم ضدنا في التعبير لأنه هذا مش أسلوبنا ومش رؤيتنا ومش تبنينا ولا سياستنا في الائتلاف الوطني الجنوبي يعني نحن نلتزم بهذه الأمور حق الآخر في التعبير السلمية الإيمان بدور الأشقاء في المملكة العربية السعودية والتحالف العربي في التقريب بين الصفوف ودعم اتفاق الرياض أنا أعتقد أنه مقام به الائتلاف الوطني الجنوبي مؤخرا يعني يعتبر دعم شديد للاتفاق الرياض ليس كما يحاول البعض الترويج لأنه مجرد أن تعطي فرصة للمفاوضين أو لرعاة الاتفاق أن هناك أصوات أخرى لا يمكن إقصاءها وتوصلهم هذه الرسالة وبالتالي تستطيع التعامل مع الجميع والدفع لتنفيذ هذا الاتفاق وهذا ما يعني إحنا في كل مظاهراتنا يعني إحنا كنا مالعين الشعارات السياسية ومالعين الرموز لكن الجماهير بنفسها خرجت ورفعت صورة للملك سلمان وحية التحالف العربي يعني إلى جانب صور فخامة الرئيس هذه يعني هناك إيمان حقيقي بأن الناس تريد اتجاه لاتفاق الرياض وتنفيذه تثمن دور الأشقاء وهذا هو هذا هو رأي جمهورنا جميل إذن هذا السياق أيضا وهذه الرؤية التي يلتزمها الاتلاف الوطني الجنوبي قادتنا اليوم لحلقة من هذا النوع حلقة حتى لم نسمي وأحببنا أن نكون في إطار هذه الرؤية الناضية التي يحملها الاتلاف الوطني الجنوبي أنا أشكرك في نهاية هذا المحور وسأستأذنك أيضا في أخذ فاصل ثم نعود لنواصل المحور الثالث من هذه الحلقة فاصل ونعم أعزائي المشاهدين عدنا بعد هذا الفاصل وأعود أيضا إلى الأستوديو مع الدكتورة وسام باسندو نائب رئيس الدائرة السياسية ورئيس قطاع البراءة في الاتلاف الوطني الجنوبي هذا الاتلاف الذي اليوم هو محور أيضا لقاءنا الخاص معك أشكرك لكل ما أضفتيه وأيضا نذهب للاتلاف في المستقبل ما الذي يحمله الاتلاف للمستقبل من رؤية ما هي الأنشطة ما هي البرامج ما هي المبادرات ما هي الاتجاهات التي يتجي إليها الاتلاف مستقبلا طبعا الاتلاف لديه رؤية واسعة وكبيرة يعني حتى المستوى العمل سواء في مجال الجنوب أولا وحتى على مستوى الحل النهاي الشامل لليمن طبعا كما قلت هو اتلاف مستقبل ولكنه يتقارب إلى حد كبير أو يتبنى تعزيز رؤية القيادة الشرعية السياسية فيما يتعلق بالشقة السياسية يعتقد أننا سنكمل في استكمال تشكيل كل اللجان الشعبية والمقرات في مختلف المحافظات الجنوبية أيضا سنستكمل إيصال الصوت الشعبي عبر المسيرات وعبر المظاهرات سنستكمل التواصل مع المجتمع الدولي ومع المنظمات المعنية لإيصال رؤيتنا رؤية الاتلاف الوطن الجنوب ونعتقد أن قيادة الاتلاف مؤمنة باستمرار هذا الدور إلى حد كبير أيضا لدينا رؤيتنا فيما يتعلق بالملف الحقوقي يعني هذه الانتهاكات أيضا التي تمارس ومحاولات الإقصاء والتهميش أعتقد أن جزء منها كبير جزء حقوقي يجب أن يوصل صوتنا أن هناك نحن يعني قطاع واسع من المكونات الجنوبية يجب أن تكون متواجدة ولا يقصى صوتها ويسمح لها بالتعبير بسلمية وأن لا يحاول لأحد إقصاء هذا الصوت أو قمعه بأي شك من أشكال القمع بما فيها القمع هذا الإرهاب في السوشيال ميديا يعني هو جزء من القمع أيضا نحن نتطلع أن يكون للأتلاف الوطني الجنوبي تمثيل في الحكومة القادمة بما يناسب حجمه وقوته يعني مش أي تمثيل يعني إذا واصلنا قصومنا التمثيل تماما حتى مطمحنا وطموحنا أكبر من ذلك ليس مجرد تمثيل تمثيل متكافئ مع قوة الائتلاف مع المكونات السياسية الكبيرة التي تنضوي تحته مع هذا الصوت الشعبي الذي فوض الائتلاف فنحتاج أن يكون لدينا تمثيل سياسي في الحكومة القادمة نستطيع أن نعمل معا لأن حكومة بدون بإقصاء طائفة فئات مهمة أو مكونات مهمة من أي مكونات سياسية في المجتمع يعني أنه للأسف يخلخل إمكانية أن يكون هناك انسجام في شكل هذه الحكومة أنه سيكون في طرف شائع يشعر بالغضل أنا أعتقد أنه في إطار دعم اتفاق الرياض يعني أنه كمان يجب أن يتم النظر في هذا المطلب السياسي أن يكون ليس يتم النظر يتم التوافق ليس النظر النظر الآن بننظر فيه لكن نعتقد أنه يجب أن يكون هناك تمثيل عادل للأتلاف الوطن الجنوبي متكافئ في داخل الحكومة لنستطيع أن نؤدي دورنا ضمن المنظومة السياسية بشكل متكامل هل استطعتم الوصول بهذه الرسالة إلى المعنيين شهر من التشاور والتفاوض في هذا الملف تحديدا؟ هل كنتم حاضرين؟ نعتقد أن رئيس الوزراء نعم تفضل أعتقد أننا التقينا رئيس الوزراء يعني نحن لأتلاف الوطن الجنوبي كنا ضمن مكونات الجنوبية كاملة وقدمنا هذه رؤيتنا يعني كانت رؤيتنا ورؤية مختلفة الفصائل الجنوبية الأخرى أيضا التقينا بالأحزاب السياسية التقينا المؤتمر الشعبي التقينا كبار الناصري الاشتراكي التقينا معظم القيادات الحزبية التقينا رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني التقينا أيضا سفراء دول سفراء الأجانب في كل اللقاءاتنا هذه كنا نقدم هذه الرؤية لأن الحقيبة أو المنصب أو التواجد في الحكومة القادمة تعبير عن رؤية هي وسيلة لنستطيع إيصال صوتنا ونكون متواجدين ونستطيع أن نخدم البلد عبر هذه الحكومة وإيصال رؤيتنا وإيصال رؤية من فوضونا في هذا السياق في هذا السياق المظاهرات هل ستبقى حبيسة بعض المحافظات أم أنكم ستتواجدون بالمظاهرات أو بغير المظاهرات في الظالع لاحج عدم باقي أبيان المهرة هل الإتلاف يسعى ضمن خطته المستقبلية إلى الوصول؟ نعم نعم هناك خطة مستمرة في تواصل معه نعم التواصل وأعتقد التجهيزات جارية أيضا للانطلاق في عدة محافظات أخرى سريعا كمان قريبا جميل ما هي الخطوات أيضا القادمة التي تتجهون بها للمستقبل في إطار تقريب وجهات النظر باتجاهات السلام؟ هل أنتم في هذه الزاوية أم أن السلام لا يزال بعيدا حسب رؤية الإتلاف؟ لنا كمان نقول شيء مهم جدا حتى في رؤية الإتلاف اللي هي السلام يعني السلام والتواصل مع جميع الأطراف نحن نفتح الباب والقيادة الإتلاف مثلا بالشيخ أحمد مع كل قيادات يعني هو يعني تواصلنا مع كل الأحزاب مع كل القوى السياسية بما فيها حتى يعني قياداتنا الانتقالي ونوصل صوتنا ومع أولا لملمة لملمة صفة شرعية كاملة بما فيها يعني الإشكالات التي حدثت في الجنوب وهذا أعتقد أنه اتفاق الرياض بيحاول لملمة الصفوف هذا السياق ثم الاتجاه يعني لمواجهة يعني أعتقد أنه من السيء جدا أن نستنزف طاقاتنا ونحن كلنا في صف في الأخير صف واحد صف الوطني لمجرد اختلاف في الرؤى السياسية ورؤى الحالي يعني أعتقد في الأخير كلنا يجب أن نلملوا هذه رؤية الإتلاف رؤية الإتلاف التواصل مع الجميع فتح الأبواب مع الجميع ومحاولة لملمة الصفوف ونبذ أي خلافات أو نبذ أي يعني شيء إقصائي أو سلبي للآخر بالعكس نوافذ مفتوحة وأبواب مفتوحة للجميع ربما هذه الروح أيضا التي تتواجد داخل الرؤية هناك روح إنسانية روح قيم العدالة والتشارك وأيضا التواصل مع الآخر وكل الآخر بمعنى آخر الائتلاف هل سيكون واسعا واصلا في رؤيته الوطنية إلى كل الوطن سيتجه من القضايا الجنوبية إلى كل قضايا الوطن أم أنه سيظل محصورا وحبيسا كما بعض الكينات السياسية المتواجدة في إطار قضايا الشأن الجنوب طب ما لش بس أنا حرق على نقطة ما أشرت إليها طول اللقاء وهو الدور الإنساني والخدماتي التي قدموا الائتلاف الوطن الجنوبي أنا أعتقد أننا بعد سيول عدن المرة الأولى نعتبر أننا أول من تواجد أول من تواجد وهذا أقول بصراحة في عملية الإغاثة السريعة للنازحين توصيل المساعدات الإنسانية مما اضطر الآخر أن يمنعكم في بعض الأحيان ثم بعد حدثة السيولة في المرة الثانية كانت المساعدات لإتلاف الوطن الجنوبي وعملية الإغاثة التي قام بها وصلت قبل حتى أن تصل أي وفد من الخارج لمحاولة الإنقاذ وفعلا تم ترميم شوارع سحب مياه وإيصال مياه شرب ما الذي يعني هذا سياسة أم إنسانية؟ هذا سياسة وإنساني هذا دور إنساني ينطلق من رؤيتنا السياسية أن الناس هذا مطلبها الأول والرئيس الخدمات والسياسة ما هو الشخص يتقدم للسياسة يقول أنا سأعني شيء كبري وأعمل ما أقصده بالسياسة هو كسب الأصوات والبهرجة أنتخابات بس هذا جزء من العملية السياسية طبيعية إن الإنسان يتطلب هذه الخدمات كانت مبادرة حتى من الإتلاف حتى قبل الخروج بالمظاهرات إذن لو عدنا إلى القضايا الوطنية أعتقد أن رؤيتنا في الله هنا هو إتلاف الوطن الجنوبي يعني لا نحاول أنه البعض يقول أنه هذا مجرد فقاعة صابون وهو يحاولوا يشكك في رؤية الإتلاف الوطن الجنوبي لا هو الإتلاف الوطن الجنوبي هو إتلاف وطني جنوبي جاء لخدمة القضية الجنوبية واستجابة لصوت الجنوبيين ورؤيته للوطن بشكل عام هي رؤية الفيدرالية واليمن الاتحادي خلينا نكون واضحين في هذه النقطة حتى لا يزايد أحد علينا نتذكر أنه في أحد وكل أدبيتكم ترفع ذلك أحد تواصل معي قال يا دكتورة أنا شمالي هل ممكن أدخل الائتلاف الوطن الجنوبي فقلت له ببوضوح الائتلاف الوطن الجنوبي جاء لخدمة قضية محددة في فترة زمنية معينة قضية محددة هي قضية الجنوب في فترة زمنية محددة حين حاول البعض احتكار تمثيل قضية الجنوب كلام واضح جدا تم تحريفه أن هؤلاء يستغلوا أصوات الجنوبيين ويستهدفوا العودة إلى باب اليمن لن يعود أحد للدولة المركزية فكرة الدولة المركزية انتهت تماما مخرجات الحوار الوطني تقول يمن اتحادي نحن في الائتلاف الوطن الجنوبي نؤمن بهذا ونوصل صوت الجنوبيين ونتحدث باسم الجنوب رؤيتنا في إطار الوطن اليمن بشكل عام طبيعي أنه لدينا رؤية وقلناها أنه رؤيتنا وفق المبادر الخليجية الألية التنفيذية ومخرجات الحوار الوطن وقرارات الدولية بدون مزايدة في هذا السياق إذن وفي هذا السياق أنا سعيد جدا لهذا اللقاء الذي يعني توصلنا فيه معك إلى كثير من ما يحتوي هذا الائتلاف من رؤية من أيضا أنشطة وفعاليات باتجاه المستقبل يعني كنت سعيدا لوجودك وكنت سعيدا لسمع كل هذا عن الائتلاف والائتلاف أيضا يعني هو الآن يعبر عن صوت شعبي واسع وصوت مجتمعي يتواجد في كثير من محافظات الجمهورية صوت اتزان صوت عقل صوت حكمة صوت نضج صوت قيم إنسانية مشتركة هذا ما يتطلع إليه كل يمني وكل عربي وكل إنسان في الأخير أشكرك جزيل الشكر على اللقاء الخاص الذي يعني خصصتيه لقناة عدن الفضائية ويسعدنا دوما أن نستضيفكم في قيادة الائتلاف في كثير من أنشطتنا وبرامجنا ونسعد دوما بأن نغطي كل الفعاليات الوطنية التي تذهب باتجاه المستقبل أشكرك جزيل الشكر كانت معي الدكتورة وسام باسوندوان نائب رئيس الدائرة السياسية بالإتلاف الوطني الجنوبي رئيس قطاع المرأة وكان معي أنتم أيضا في المتابعة أشكركم جزيل الشكر لقاء خاص برسم قناة عدن الفضائية في أمان الله اشتركوا في القناة